نضم لنا من بيروت الدكتور إلي شوعي الخبير الاقتصادي مرحبا بك معنا دكتور كما ذكر الزميل علي في تقريره ما قاله صندوق النقد الدولي يعرفه اللبنانيون بشكل جيد ولكن حتى تكون الصورة واضحة ربما للمشاهد اللبناني والعربي أيضا ما طبيعة الإصلاحات التي يريدها الآن صندوق النقد الدولي من لبنان حتى يتم البدء في هذه المساعدة أتى وفد صندوق النقد الدولي تحت البند الرابع من أجل رصد تطور الأحوال الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد وأيضا لمتابعة تطبيق الاتفاق الأولي الذي وقع بينه وبين لبنان في نيسان 2022 عمليا ما يطلبه صندوق النقد من الحكومة اللبنانية هو إعادة هيكلة المصارف أولا إعادة هيكلة المصارف ثانيا توحيد سعر الصرف وهوني كلامه على منصة صيرفة هو كلام في محله لأن منصة صيرفة هي استمرار لسياسة تثبيت النقد وهي عمليا يفيد منها قلة من اللبنانيين النافذين والمتمولين والتجار والمستوردين على حساب غالبية اللبنانيين الذين يدفعون أثمانا باهظة لاستمرار تدهور سعر صرف الليرة في السوق الحقيقية ثم يطالب صندوق النقد الحكومة اللبنانية بقانون واضح لمراقبة حركة الرسمين ما يسمى بالكابيتل كونترول لو وأيضا يريد من الحكومة خفض العجز المالي في الموازنة العامة وأيضا يريد وقف الدعم ووقف طبع النقد بشكل عشوائي لأن هذا الطبع للنقد يساهم في مزيد من تدهور الليرة اللبنانية في السوق الحقيقية وما يطالب به من سوق قطع واحدة نحن وأنا شخصيا أطالب بذلك منذ سنة 1993 عندما بدأ رياض سلامي تطبيق سياسة تثبيت النقد وأيضا تثبيت الفوائد مركزيا بمعزل عن عمل سوقي القطع والنقد في ظل نظام اقتصادي حر الذي هو نظام الاقتصاد اللبناني دستوريا طب دكتور إبئلي ما الذي يمنع الحكومة اللبنانية من تطبيق كل هذه الإصلاحات التي ذكرتها الآن لا يمكن لهذا الفريق الحاكم أن يطبق أي إصلاح لأن أي إصلاح سوف يطاله هو متورط يعني لما نتكلم عن إعادة هيكلة المصارف أولا علينا أن نحدد موجودات الجيدة يعني ما لديها من أملاك تملك أملاك وأيضا نحدد موجودات السيئة أي خصوصا ديون الهالكة على القطاع العام والتي تفوق التسعين مليار دولار وهي من ودائع الناس وهوني يفطلد ذلك قضاء وجود قضاء سيد نفسه لذلك يعني تبدأ الإصلاحات من هنا من هنا وهذا الفريق الحاكم لا يمكن أن يقبل بأي إصلاح طالما هذا الإصلاح يعرف جيدا أنه سيطاله مباشرة ولكن دون هذا الإصلاح لن يحصل على المال من دون هذا الإصلاح لن يحصل على المال نعم صحيح لذلك المال يحصل عليه بواسطة طبع الليرة اللبنانية من دون حساب علما أنه لطبع النقد قواعد من سميها الريل سينيوريج في علم النقد وعلم سياسة النقد هو خارج هذا الإطار وصلنا بالكتلة النقدية بالليرة إلى تسعين ألف مليار ليرة بعد أن كانت ستة ألاف مليار ليرة بالألف ونستطاع نعم تقول الإصلاحات غير ممكنة في ظل الوضع الحالي في لبنان لأسباب سياسية وغيرها يعني كيف سيكون موقف صندوق النقد الدول حينها هل سيمتنى عن تقديم أي مساعدة للبنان وبالتالي أي مصير ينتظر لبنانيين أيضا؟ تماما ما أنظر إلى ما قاله وما صرح به أعضاء الصندوق قبل مغادرتهم لبنان كان كلامهم قاسيا جدا وكان انتقادهم أقصى لأنه لا تجاوب من قبل الحكومة اللبنانية لا تجاوب لا يريدون الإصلاح لذلك لبنان ذاهب إلى مزيد من التداور إذا فعلا لم يتدخل المجتمع الدولي يتدخل بواسطة عدالة دولية نحن بحاجة إلى عدالة دولية إن كان بموضوع الودائع واختفاء ودائع الناس وفقدانه وإن كان بموضوع تفجير مرفأ بيروت نحن بحاجة إلى العدالة الدولية حكي الحال الدول بدأت تتدخل بواسطة عدالتها في مواضيع مالية وغير مالية في لبنان الدكتور إيلي شوعي الخبر الاقتصادي من بيروت شكرا لك اشتركوا في القناة